كنت طالعة على جروبي. عملت فيه اعادة تدوير لكيكا. نسينا نحط فيها بودر. ودي كانت النتيجة. عملت منه. طلع طحفة جدا. تعالوا كده نزلت بقى على تليفوني. وهوريكو انا عملت ايه في اللايف? ولو انت مش منضمه في الجروبي انزلي حالا تحت في الديسكريبشن بوكس. آآ هتلاقي اللينك بتاع جروبي وبتاع صفحتي. روح اعملي لايك للصفحة. وانضمي الجروبي علشان تحضري اللي انا بعملها دي وما تفوتهاش. بصوا اهي كيكا. هي كانت آآ يعني بصوا هبطة كده وطبعا ما فهاش آآ بيكنج بودر. يعني مش آآ طرية مش نشفة زي البسكوت بس مش بهشاشة الكيك اللي بنعملها يعني. فالمهم آآ هعمل فيها ايه طبعا? ما عندناش حاجة اسمها تتريمي. معي هنا حطيت عليها بقى اربع قطع جبنة مسلسلت. انا طبعا سرعت اللايف. آآ كان تقريبا آآ نص ساعة. فانا سرعته وهشرح لكم بمختصر كده او سريع. انا عملت ايه? ده الجناش بتاعي. هكتب لكم مقاديره تحت في الديسكريبشن بوكس. افتحوه. هكتب لكم المقادير والطريقة بتاعته. حطيت منه خدت تقريبا يعني انا في بعجن بالا باللبن. وجناش وكريم شنطي. وحطيت هنا معلقتين كبار آآ آآ كاكاو ومعلقتين كبار لبن بودر ومعلقة صغيرة نسكة فيه. في البداية كده حاولت اهرسها بهالراسة البطاطس دي. حلقيتها مش نفعة يعني هتاخد مجهود معي شوية. فقلت لأ بقى ما بديهاش هشتغل بايدي. وفعلا رحت اشتغلت بايدي. فالموضوع مشي. وفضلت ازاود طبعا لو عندك اشتغل ممكن تحطي تعجيني بيها. وفضلت احط آآ آآ لسوس الشوكولاتة او الجناش ونزلته بكريم شنطيه. ونفضل نعجل نعجل لحد ما نوصل لقوام العجينة. اي عجينة بتعمليها. عجينة عجينة فطاير. اي عجينة قوام ناعم وما بيلزقش في الايد. هنوصل هننزل طبعا بالسويل بالتدريج. ممكن تحطي مربة. كل حاجة دي في ايديكي. كل ما تحطي حاجات غنية وطعمها حلو. آآ زي الكراميل زي السوس الشوكولاتة. كل ما العجينة دي هتطلع طعمها طحفة. خلاص. عجينة كويس. انا طبعا آآ عاملة معاكم الكريم شنطيه قبل كده كزا مرة على القناة. ارجعوا الفيديوهات اللي فيها كريم شنطيه هتشوفه انا بعمله ازاي. وهنا بقى بوري البنات ازاي نقدر نعملها كيك بوبس يعني دي ممكن تبقى عجينة كيك بوبس طحفة برضو. نقورها كده ونحطها في اي عصاية ونغطسها في شوكولاتة ونزينها. خلاص بقى عندنا احلى كيك بوبس. بس انا طبعا مش هعملها النهاردة كيك بوبس. فتحت بقى هو كيس تلاجة نضيف. وهبتدي بقى افرد العجينة دي عليها. افردها بسمك حاولي تفردها بسمك رفيع جدا جدا. عندي الكيكة بازت اوعي ترميها اعمليها اخترع لها اي حاجة بتطلع طعمها طحفة جدا جدا. فرتها هو على الاخر. الكريم شنطيه بس ده انا زودته آآ قطعتين جبنة مسلسات. وباقي العلبة حطيتها في العجينة. يعني الموضوع بيديك ممكن ما تحطيش اصلا جبنة مسلسات في الاختراع ده يعني عادي. يعني كل حاجة متاحة. يعني احنا هي مش قانون هي مش مش اكلة بقى لها معايير مظبوطة ولها طريقة معينة وميزان والكلام ده معروف ان الحلويات الافضل فيها الميزان. بس يعني دي دي حاجة احنا بنعملها ملهاش معايير فاعمل اللي انت عايزة فيها. بس كل ما تحطي حاجات كوية يعني بدل ما نعجن بلبن ممكن تعجين بقشطة هتدي طعم احلى هلفها بقى رول كده بالشكل ده دخلتها الفريزر لانها كانت جو حر والدنيا سايبة كده هدخلها بقى الفريزر لمدة نص ساعة او ساعة وبعد كده طلعتها حطيت على الوش جناش وقطعتها بقى ترنشات آآ وزي انتهى بشوكولاتة بيضة ده كانت النتيجة بتاعتها. طلعت طعمها تحفة جدا. وبدل ما نرمي الكيكة اللي كانت هبتت مننا او بازت مننا استفدنا وطلعنا منها حاجة جميلة جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. وهكتب لكم كل مقدير كل حاجة في الدسكريبشن بوكس تحت. شكرا لكم جدا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.